مرحبا بكم فيديو جديد الموضوع ديال اليوم هو الكونسير إلا أنتوما أو لشي واحد كتعرفوهم مريض بالكونسير غتكونوا عارفين شحال هادشي كيخلع و كيدوخ حتى بدنا كنسميوه المرض الخيب ولكن الكونسير ماشي مرض واحد ولكن جروب ديال الأمراض اللي كيتشابهو فشي حويج غادي نشرحوهم لك جسم ديالنا مصوب من آلاف الملايين ديال الخلايا اللي كيتجمعو و كيصيبو الأعضاء ديالنا كاملين و وسط من تقريبا كل خلية كين حمض نووي لديين بحال واحد الكتاب اللي في الجينات اللي هما معلومات ديال كيفاش و وقتاش الخلايا خاصها تخدم تكاتر او لا تموت نعطيوه مثال كيفما قلنا في فيديو على البسوغيازيز جلدة ديالنا مصوبوه من بزاف ديال الطبقات والخلايا ديال الطبقات تحتانية كيبقاو يضوبلو و يصيبو خلايا جداد باش يعوضو هدوك اللي كيمشيو مع الكيس في الحمام و هاد العملية كتكون مقنة بلدين و محضية بالمناعة ولكن واحد النهار الفوتوكوبي ديالشي خالية ما كتخرج كتشبه بصاحبتها و كتفلت على المناعة و هادي هي اول خالية ديال الكونسير حيث المناعة في هاد الحالة ما عارفه شنو طاري ديال الخالية كتبده تدير فوتوكوبيات لراسها و كتصيب صحابات عندهم نفس الطفرات في لدين ديالهم و كندوزهم الخالية وحدها الملايين ديال الخالية اللي جداد من حد هاد الخالية في بلاستهم ما كيكونوش اعراض بالضبط ولكن غير كيتحركوا البلاست اخرى كيبدو المشاكيل و هادي هي الميتاستاز من الحوايج اللي كيسهلو الطفرات كينتاعفونات بفيروسات بحال بابيلوما ليباتيت سي اشي عادية الشمس وشي مواد كيميائية بحال اللي كينين في القارو و عاد كينين الجينات اللي كيعطونا والدينا كل ما تلقى الكونسير بكري كل ما سهلي الدواء هادشي علاش كننصحوكم تناقشو هاد الموضوع مع الطبيب ديالكم و نعطيو امتيلة بالنسبة الكونسير ديال الفم الوالدة كينتحاليل كيددارو كل ثلاث سنين عند المراوات بين 21 و 29 عام و من بعد كل خمس سنين بين 30 و 65 عام وبالنسبة الكونسير ديال الريا كينتحليله مره في العام للناس بين 55 و 74 عام لي كيك ميو كتر من 30 بكية في العام كل كونسير عندو تحاليل ديالو و هاد تحاليل مهمين باش نعرفو اينا مرحلة وسطوليها اينا خلايا و ديك ساعات كندوزو العيلاج الى التلقاب كري شحامن كونسير كيقدر يدهوا بالعملية ولكن في الحالات لي ما كتنفعش فيهم العملية كيقدر الطبيب اعطي البولة لي كيقتلو فيها الخلايا بالاشعة و كينتشي ميو لي هما دويات كيضورو في الدم و كيقتلو اي خلية كتكاتر بالزربة و هادشي علاش كيطاح الشعر مني كنديرو الشيميو و في بعض الحالات كنعطيو لي مينو تيغابي لي كنعاونو فيها المناعة باش تقتل دوك الخلايا و عاد كينات تيغابي سي بلي لي كنستعملو فيها دويات كيهاجمو خلايا بالضبط و كيكونو عندهم مفعول حسن و اعراض قل كنشكركم على تتبعكم الحلقة و ما تنسوش تابوناو وتابونا في فيسبوك و انستغرام و خليولينا كومنتر التحت إلا عندكم شي سؤال او الاقتراح